السلام عليكم اشتقتلكم كتير من الفيديو الماضي اليوم احبائي رح نعمل كيك ملون بلونين طريقة كتير بسيطة كتير من الناس بتتساءل كيف بينعمل اليوم رح فرجيكم كيف طريقته كتير بسيطة بس احبائي اول شي قبل ما نبلش بالطريقة فاجرولي هيدا الفيديو كتير لايكات ليوصل لكل الناس واكيد اذا حبيتوا فكرة اليوم بتمنى تعملولا شير على صفحاتكم ليستفيد الكيك يلا نبلش بالبداية عندي هون 3 بيضات بحرارة الغرفة على 3 بيضات رح ننزل نصف ملعة من الفانيليا رح نزل عليهم مباشرة كوب ونصف من السكر انا استخدمت سكر حبيبات ورح نباشر بالخفق الخفق لمدة 3 دقايق متل ما شايفين بالمضرب الكهربائي اذا ما في عندكم المضرب الكهربائي اعملو هون بالمضرب اليدوي بيزبطوا بس اهم شي تخفقون منيح لمدة 6-7 دقايق خفق يدويا لحتى طبعا نحصل على بيت بهيدا اللون شوفوا عند البيت كيف صار لونه ابيض فتح احبا اذا كنتوا جدادة عندي بالقنات وحبيتوا هايد الفكرة وحبيوا ان يوصلكم كل جديد نزلوا هلا لتحت لاسفل الفيديو وكبسوا اشتراك او سبسكرايب فعلوا الجرس وكبسوا على كلمة الكيل بهيد الطريقة بتكونوا نضميتوا لعيلتنا الكبيرة ويا اهلا وسهلا فيكم رح نزل نصف كوب من الزيت النباتة بعد متل ما شايفين ما خفقت البيض لمدة 3 دقايق صار سميك حطينا الزيت متل ما شايفين رح نزل اول شي كل المواد السائلة شوفتوا كتير تقيل معي رح نزل هلا نصف كوب من الحليب من الحليب السائل اذا ما في عنكن الحليب السائل فيكم تحطوا ملعة واحدة من الحليب البودرة عنصف كباية ماي بيمش الحال عندي كمان نصف كوب من البرتقال الفراش هلا انا عصرته اذا عندي نصف كوب حليب نصف كوب من البرتقال من عصير البرتقال الفراش رشي خفيفة كتير من الملح لا تذكر بس لحتى تتعادل النكهة هلا رح نباشر بالمواد الجافة عندي هون كوبان ونصف من لطحين او الدقيق الابيض رح نزلهم تدريجيا رح نزل اول شي كوب باضافة البيكن باودر نصف ملعة نصف ملعة نصف ملعة الطعام اكيد من يباشر بالتنخيل التنخيل كتير ضروري هون انا نزلت اول شي كوب نعطيهم كلهم تقليب بقلب بعض رح نزل هلا الكوب التاني كمان كله من قلبه بقلب بعضه متل ما شايفين بلش عندي المزيج يتقل يصير هكي تقيل وجامد وهيدي اخر نصف كوب اذا انا هون حطيت كوبان ونصف من لطحين ونخلتهم متل ما شايفين وهذا اخر نصف انا حطيته رح بلش اخلطهم كتير منيح بقلب بعض شوفتو المزيج عنده تقيل انتو ما شايفين هون احباقي عندي ملعتين من بودرة الكاكاو المرة رح ضيف عليهم شوي صغيرة من الحليب تدريجيا كمان تل ما شايفين شوي صغيرة وبلش بالتحريك فيهم رح ضيف الباقيين ونحرقهم كتير منيح بعيد الطريقة رح حط المزيج اللي انا جهزته مشكله هاخد نصه بجات تاني كبير شفتو المزيج عندي غير شكل طالع رح نزل عليهم متل ما شايفين المزيج اللي انا جهزته المخلوط ببودرة الكاكاو ورح نخلطهم كله اياتهم بقلب بعضهم طب ليش انا ما حطيت البودرة الكاكاو كله اياتهم مباشرة فوق الخليط وحركتهم وليه ضرور انه هال ضرور نحط حليب ايه اكيد اذا افضل اذا عملتوهن على جنب بيضل المزيج عندكن بهيدا الشكل بينما اذا حطيتوهن مباشرة على على المزيج الاساسي فرح يتقل كتير وممكن يعطي تكتلات كله بقلب بعضه فيفضل طبعا كلشي على حدا نعمله بهيدا الطريقة هون على جنب عندي شوية زيت هحطهم على جنب على جنب الصونية اللي بيفوتها بل اللي بدي فوتها على الفرن هلا اذا ما عندكن ورقة زبدة بتضهنوا كل الصونية زيت بعد ما تضهنوها زيت بترشوا عليها الدقيق الابيض او لطحين رشي خفيفة بس انا بس حطيت على الجوانب زيت وحطيت ورقة زبدة بالنص بالاضافي لكوب حيالا كوبية موجودة عندكن بالبات منحطها بالنص ما تخافوا ما رح بتطق ابدا في ناس بيخافوا لا ابدا شو منصير من اعمال منبلش ننزل المزيج ونقلبوا من ميه لميه يعني ميلي منحط الكاكاو ميلي منحط اللون الفاتح بهيدا الشكل لنقدر نحصل على الكيك ملون شكله جميل جدا متعدد النكات طريقة ولا اسهل احبائي متل ما شايفين واكيد انا هلا امحمي الفرن قبل بربع ساعة على درجة حرارة 180 وبس خلص بدي دخله على الفرن تقريبا لمدة اربعين دقيقة هاي بالفرن لمدة اربعين دقيقة خمسة اربعين دقيقة وحطيته بالنص وبس بس شحلت الفرن من تحت وهيدي النتيجة النهائية احبائي طبعا انا قلبته شيلت الكباية وقلبته للجهة التانية وهيدي ورقة الزبدة انا عم شيلها طبعا بعده صخن كتير مفروض انطر لحتى يبرد بس انا بدي فرجي يكون عليه شفتوا بعضه صخن هلا رح اقلبوه للميل التاني لفرجيكم الميل الاساسيه كيف بيانت يعني الوجه كيف بيان معي بسم الله شو راقيكم شكله كتير حلو احبائي ان شاء الله يراب هايدي الفكرة اليوم تكون كتير حلوة وعجبتكن بتمنى تجربوها احبائي واذا حبيتو اليوم الفكرة يلا عملوه لشارع كل صفحاتكن للكل يستفيد لايكو الجميل عفكرة عم بفت فت بان دايه لانه بعضه صخن هلا اكيد مش رح يدلي فت هيك بس يبرد بس بدي فرجيكم قديش هو طريق وصفنج من الداخل وطالع غير شكل هلا انا احبائي بدي وداكن بوساتي كتير كبيري للكل رح اشتقلكم للفيديو القادم باي باي لايكو الجميل لايكو والطعم روعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة